موسيقى موسيقى تم اليوم اطلاق نسخة التاسعة من معرض بلاس اكسبو ونسخة الرابعة من معرض باك اكسبو كانت هذه فرصة للنقاش وتبدل الاراء ووجهات النظر بين الفاعلين من اجل تطوير قطاع صناعات البلاستيك هذا القطاع هذا تحتل مكانة مهمة في عدة مجالات اقتصادية كمجال الفلحة مجال القطاع البناء مجال الصناعة كصناعة السيارات وصناعة الطيران صناعة الادوية وصناعة المواد الغذائية وغيرها مجال الطاقة ايضا تتشكل هاد القطاع من حوالي 680 مقاولة اللي تتشغل حوالي 75 الف منصب شغل مباشر رقم المعاملات سوصل السنة الفاريطة لـ 820 مليار درهم وزارة الصناعات تتواكب هاد القطاع عبر برق المشاريع حيث يتم حاليا مواكبة 140 مشروع باقيمة استثمارية تقدر باربعات المليار درهم وصنبكين من خلق حوالي 7000 منصب شغل مباشر 11000 منصب شغل غير مباشر شكرا موسيقى Alors comme vous le savez, elplastique es un otro métier transversal Ad stress 소리 muitos Productive Faroc brushing Automobiles,orno sunshine,設計ỹikkinal En passant par les articles chaussants aux textiles Et bien-sûr l'article ménager c'est un secteur qui emploie à peu près 35 000 emplois directs et un peu plus de 300 000 indirects nous sommes un secteur qui représente au peu près 28 milliards de dirhams نشاركة في المعرض بلاست إكسبو باش نتلاقو مع الزبناء دينا صناعيين في المجال البلاستيك والكاوتشو المتاريو كومبوزيت المشاركة دينا جات خصيصا باش نتعرفوا الزبناء دينا على الشي اللي تنديرو في المركز التقني للبلاستيك والمطات يعني حني عدنا بزاف ديال اللي سنقدموهم الزبناء دينا كاللزيسي يعني التجارب على المواد الأولية والمنتوجات ديال البلاستيك وتنقدمو لهم تاوما واحد المواكبة تقنية واحد ايضا لسرتيفكاتيون تنديرو ايضا تسكي روشخش ديفلوبمون روشخش ديفلوبمون دنك حني هاد سادي يعني تقابلنا مع بزاف ديال ديال الزبناء وكان المعارض بلاستيك سبو جيد لحد الان احنا نحن نحن دابل في البداية وفهذا البداية تبارك الله راديجا تلاقينا مع بزاف ديال الزبناء وتنتمنو ان شاء الله يكون واحد هذا المشاركة تكون قيمة الزبناء ديالنا والصيناعين موسيقى موسيقى